مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك الناس النهاردة بقى بتستخدموا بطريقة غريبة يعني اي اشياء بتحصل النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي زاد ان اغلبية المشاكل بتحصل لأي دولة برضه بسبب الفيسبوك اي اخبار فالنهاردة الناس للأسف ما بقاش عندها وعي لازم اتأكد من اي حاجة بنشرها على الفيسبوك ممكن مثلا اتأكد من صفحة الرسمية اللي هي بتاعت الحكومة كده يعني لكن ما بقى ما مازلش اي حاجة انا مش فاسقة اي انا فيها لو عايزة تعرفي بقى التأثير بجد فمش مواقع التواصل الاجتماعي يقدمها هي جروبات المامز بتاعت المدرسة ده دي كارثة اكتر من الفيسبوك ومن تويتر ومن اي حاجة دي جروبات دي عايزة تتنصف يعني انا انا واحدة من الناس عندي ولادي اللي اتنين كل ولد ليه حوالي عشر جروب عشر جروبات مختلفة بنتابع فيها المواد كل شوية رسالة صوتية يا جماعة قاعدوا الولاد يا جماعة في مشاكل في الطريق يا جماعة فيه تراب وعواصف يعني لا الاخطر من السوشال ميديا جروب المامز على الواتساب جروبات الامهات الموجودة على المواقع التواصل الاجتماعي انا موجودة فيها بس قلالي اني بشارك لاني بحس ان فيه فراغ كتير قوي عند الستات حقيقي فمش بعرف اعمل ده لازم نبقى متأكدين يعني مية في المية عشان نعرف ان شاير على الفيس والمواقع التواصل الاجتماعي عشان الاشياء ما تنتشرش على الفاضي يعني والكلام موضوع ده مستحيل خالص ان انا قادر اشاير حاجة اللي انا متأكدة غير اللي انا متأكدة منه انا عموما تشيري كمان بسيط قوي اما عشان بيبقى فيه حاجات كتيرة ما فيهاش مصدقية فبالتالي ما بعملش الهاجة الا اللي انا وثق فيها متأكدة منه اغلب على وسائل التواصل الاجتماعي كله اشاعات والناس بتشير من غير ما تقرأ يعني بتقرأ من المنشدة بتاع الخبر وما بتقراش مضمون الخبر بيطلع اغلبه اشاعات بنسبة 90% واللياخد من المعلومة من على وصائل التواصل الاجتماعي لازم يتحقق منها من مصادرها الرسمية سواء حكومية او الجرائد الرسمية او المواقع الرسمية